السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي كمانات عاملين اي ربكم بخير نهاردة هنشتغل مع بعض شنطة حلوة اوي 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 هي صيفي ترند خالص استنادي مناسبة جدا جدا للصيف لمشاوير السريعة للبحر يعني هي الشنطة وخفيفة وبسيطة متخدش اي حاجة خالص متخدش خيط هنشوف مع بعض هي هتاخد معانا كمية قد ايه يلا قبل ما نبدأ لو مش عاملة لايك للفيديو عمليولي لايك لو مش مشتركة في القناة اشتركي علشان يوصلك كل جديد من القناة يلا نسمي بالله ونبدأ مع بعض يلا نبدأ مع بعض الشنطة بتاعتنا طبعا زي ما قلتلكم احنا هنشتغل بخيط مكرمية قطن بيور الفتلة متوسطة السمك بتقدري تشتغلي الشنطة دي باي خيط عندك مناسب للشنط يعني تنفع بالمكرمية القطن تنفع بالمكرمية فرنساوي تنفع بالمكرمية مصري تنفع بسلسلة تنفع بكردون رفيع تنفع باي خيط يصلح للشنط تمام؟ انا هشتغل مع الخيط ابرة مقاس تلاتة طبعا انتي اللي هيحدد عندك مقاس الابرة هو صنك الخيط بتاعك تقدري تشتغليها بابرة تلاتة ونص برضو عادي برحتك عدد السلاسل اللي انا هقولها انتي مش هتبقي مرتبطة بيه لو مش هتشتغلي بنفس الخيط تمام؟ علشان كده هنبدأ السلاسل بتاعتنا وهنقيس برضو بالمزورة انا هبتدي بواحد وخمسين سلسلة انا عملت كده اهو واحد وخمسين سلسلة نشوف مع بعض الواحد وخمسين سلسلة كام سنتي تسعة وعشرين سنتي عملت تسعة وعشرين سنتي على فكرة لما اشتغل عليهم هتصغر شوية يعني القعدة لما ابتدي اطلع عليها بالسطور بس انا بوريكي انتي هتعمل الاول سلسلة كام سنتي وهتطلعي عليها تمام؟ انا زي ما قلتلكم عملت واحد وخمسين سلسلة تقدر انتي تقبل لو الخيط سميكة عندك هتقليلي عدد السلاسل يعني لو الخيط ادخل من ده هتقليلي عدد السلاسل لو الخيط ارفع من ده هتزودي عدد السلاسل عشان توصلي للمقاس اهم حاجة اللي بتهتمي بيه مقاس المظهور بعد كده بتيجي تعدي اربع سلاسل من اول سلسلة من الابرة هنعد اربع سلاسل وندخل في الخمسة دي واحد اتنين تلاتة اربع وهندخل في الخمسة ونعمل عمود بلفة وبعدين سلسلة ونسيب سلسلة تحت وندخل في اللي بعدها ونعمل عمود بلفة نعمل سلسلة ونسيب سلسلة تحت وندخل في اللي بعدها هنعمل عمود بلفة وكده لنهاية السطر هنعمل سلسلة ونسيب سلسلة قدامها تحت والتانية نعمل فيها عمود بلفة تاني هنعمل سلسلة نسيب سلسلة تحت واللي بعدها هندخل نعمل فيها عمود بلفة لنهاية السطر همشي بنفس الطريقة وارجع لكم اعمل سلسلة سيب سلسلة تحت زيها وادخل في اللي بعدها اعمل عمود بلفة. هخلص بالطريقة دي لنهاية السلاسم ونرجع تاني ان شاء الله. بعد ما وصلت لنهاية السطر يا بنات اهو. لاخر غرزة في السطر. هفكها وعملها معاكم. بعمل سلسلة. طبعا بسيب سلسلة وفي اللي بعدها اللي هي الاخيرة. هدخل اعمل عمود بلفة. بعد كده برتفع اربع سلاسل. ادي واحد اتنين تلاتة اربع. وبلف الشغل الاربع سلاسل دول اللي هما اول عمود والسلسلة اللي بنسب. بعد كده بندخل على العمود. يعني احنا بنسيب خلاص ده احنا عملنا اللي هما التلات سلاسل والسلسلة بندخل بقى في العمود اللي بعدها ونعمل عمود بلفة. بعدين سلسلة ونعمل فوق العمود عمود. هنفضل ماشيين كده سلسلة فوق السلسلة. وعمود فوق العمود. سلسلة. وعمود فوق العمود. هكمل كده لنهاية السطر. سلسلة فوق السلسلة. وعمود فوق العمود لنهاية السطر. وارجعلكو تاني. اخلص اهو بنفس الطريقة دي كده لغاية نهاية السطر. اهو يا بنات بعد ما خلصت وصلت لاخر غرزة بتاعتي دول اللي كانوا الاربع سلاسل اللي احنا ارتفعناهم. هنسيب واحدة وندخل في اللي بعدها. او لو من الناحية التانية هنعدي تلت سلاسل وندخل في التالت. يعني هتسيب الاولة دي الغرزة دي السلسلة دي تدخلي في اللي بعدها. هي وتعملي عمود. تمام كده. بعد كده نقص لي ما عملتش السلسلة. عمل سلسلة الاول وادخل اعمل هنا العمود. وادي الشكل. بعد كده هرتفع واحد اتنين تلاتة اربع. اربع سلاسل. وهكرر بقى اللي انا عملته تاني. هلف الشكل. وهدخل. هسيب طبعا العمود ده لان احنا خلاص عملنا فوق السلاسل. هندخل في العمود اللي بعده ونعمل عمود. وسلسلة. فوق السلسلة. وعمود فوق العمود. هكرر بقى الموضوع ده كام سطر. انا بالنسبة لي هعمل من 8 لتسع سطور. عشان القطعة دي يبقى اقسها بالعرض كده. تبقى عشرة سنتي. هخلص. طبعا انت لو حب الاعدة تبقى اطول من كده واعرض من كده هتكبري عن المقاس اللي انا عاملية. لو انت حب تكبري الشنطة عن المقاس اللي انا عاملية. ماشي? فانا همشي بنفس الطريقة دي لغاية ما خلص عدد السطور يبقى طولها بالمزور عشرة سنتي. لطول العرض ده عشرة سنتي. وارجع لكم. عملت كده السطرية انشغالة في التالت. هكمل لغاية ما يبقى ثمان سطور وارجعني السمع بعض. هي بنات بعد ما خلصتها. كده القعدة معي تمانية وعشرين سنتي طولها وعرضها عشرة سنتي. طلعت معي كمسة? رواح اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. طبعا زي ما قلتلكم انتي حسب الخيط بتاعك. وصلت هنا كده للسطر لنهايته كده هعمل ايه بقى؟ هطلع واحد اتنين تلاتة دول كده عمود. السلسلة الرابعة هي السلسلة اللي بعد العمود. وهدخل في نفس المكان اللي انا فيه ده. واعمل كمان عمود عشان نعمل كده الزاوية. يعني انا عملت هنا في الكورنر ده او في الزاوية دي عمود سلسلة عمود. ازاي عمود سلسلة عمود؟ الثلاث سلاسل. دول بمسايب اول عمود. السلسلة الرابعة السلسلة اللي بين العمودين وآدي العمود التاني. كده دي الزاوية هكون اول زاوية في الاربع زواية بتوع الشاطة. بعد كده هعمل سلسلة. وهمشي بقى بالجنب كده. انا مش مش هطلع كده. لأ انا همشي بالجنب كده. هبروز القعدة. تمام? احنا هنمشي بقى على بوزء العريض ده. عملت سلسلة وهطلع فوق العمود واعمل عمود. بعدين سلسلة وفوق العمود هعمل عمود. سلسلة. وفوق العمود هنعمل عمود. هنغطل كده شغالة. السلسلة فوق. في الجنب كده فوق. طب احنا ده العمود. العمود كده بتجمب. سلسلة فوقه وعمود فوق العمود. وبعدين سلسلة. وهيجي على اخر. عمود ده اللي احنا كانوا اصلا للسلاسل الارتفاعة. تمام? هنيجي عند السلسلة دي الاخرها. تمام? وهعمل عمود. وعشان نعمل الزاوية التانية. احنا عملنا هنا. الزاوية الاولى. نعمل الزاوية التانية. الزاوية عبارة عن ايه؟ عمود. سلسلة. عمود في نفس المكان. كده انا عملت الزاوية التانية. بعد كده هعمل سلسلة وهطلع فوق العمود اللي هيقابلني. عمود. سلسلة وفوق العمود عمود. سلسلة وفوق العمود عمود. هفضل شغالة. سلسلة وفوق العمود عمود. سلسلة فوق العمود عمود. لغاية ما اوصل للزاوية التالت. هنا. هشتغل بنفس الطريقة دي لغاية ما وصل هنا. وارجح لكم شو الله. وصلت لنهاية السطر. هنعمل السلسلة. ونيجي على الزاوية التالتة. احنا قلنا اشتغلنا هنا الزاوية دي اهي. الزاوية التالتة. هنعمل فيها ايه? عمود. سلسلة. عمود في نفس الغرزة. ودي كده الزاوية التالتة. بعد كده هشتغل سلسلة. واروح على العمود اللي هيقابلني على طول واشتغل عمود. سلسلة. برضو عمود فوق العمود. هنعمل كده على الجزء اللي بالعرض. هملنا سلسلة وعمود فوق العمود. عمود في العمود. علشان نوصل للزاوية الرابعة. سلسلة. تلت سليسل. الاربع سليسل دول اللي كنا مرتفعين بيهم. ادي واحد اتنين تالتة في السلسلة. تالتة. وهدخل اعمل فيها عمود سلسلة. عمود في نفس المكان. يبقى كده دي الزاوية الرابع. بعد كده سلسلة. وهنشتغل بقى ايه برضو. عمود فوق العمود. اللي بعديه. سلسلة. عمود فوق العمود. سلسلة. عمود. تمام. هفضل شغلة بقى لغاية ما اوصل للمكان اللي فيه الزاوية الاولى اللي احنا عملناها دي احيان. اللي كان فيها الاربع سلاسل والعمود. هخلص لغاية ما اوصل هنا ونرجح ان شاء الله. وصلت. للنهاية اهو يا بنات. هعمل. عملت انا سلسلة اهي. وهعدي هنا واحد اتنين تلاتة تلاتة سلاسل في السلسلة التالتة. هدخل واعمل منزلك. عشان نقفل السطر. بعد كده بقى السطر ده هو اللي هكرره طول الشنطة. لغاية ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه. ماشي. السطر ده ده دلوقتي اللي هيتكرر. هطلع. واحد اتنين تلاتة اربع. اربع سلاسل العمود. اللي هيقابلني على طول هعمل فوقه عمود. خلص مش هعمل لتزايدة تاني ولا زاوية. هي كانت الزاوية في اول سطر بس اللي فاد ده بس. نعطي كده سلسلة وفوق العمود عمود. سلسلة وفوق العمود عمود. تمام? بوصل هنا للزاوية اهو. تمام? ده اللي هيتكرر معي طول السطر. عملت سلسلة. وهدخل فوق العمود الاوليني في الزاوية. وهعمل فيه فوق عمود. وبعدين سلسلة. وهروح للعمود التاني. وهعمل فوق عمود. اي عمود هيقابلني هشتغل فوق عمود. سلسلة. طبعا بين كل عمود وعمود فيه سلسلة. العمود اللي بعديه عمود. وهكذا بقى لنهاية السطر. سلسلة وفوق العمود عمود. سلسلة وفوق العمود عمود. لغاية ما وصل للزاوية. وهعمل برضو فوق العمود عمود. وفوق السلسلة. سلسلة وفوق العمود عمود. وهكذا لغاية ما اوصل لنهاية الدور. هخلصوا وارجع لكم شوف بنقفلوا الدور بس ازاي ونكمل الشرطة معنا وصلت يا بنات لنهاية السطر بعمل سلسلة وده اللي هقفل بيه كل سطر بعد كده هعمل سلسلة وعد واحد اتنين تلاتة في السلسلة التالتة بقفل بمنزلقة تمام بعد ما بقفل بمنزلقة بارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة ده اللي هيتكرر معي زي ما قلتلكو كل سطر السطر اللي فات ده هو ده سطر التكرار بتاع الشنطة لغاية نهاية الشنطة بعد ما بارتفع الاربع سلاسل بروح في اول عمود بيقابلني بدخل واعمل عمود سلسلة وفي العمود اللي بعد ايه عمود وهكذا زي ما قلتلكو لنهاية الشنطة انت لما بتشتغلي السطر ده تمام وعملنا كوننا الزواية بتلحظي ان الشنطة بقالها احرف بترتفع شايفين اهي يعني بعد ما كنا بنشتغل شغل مسطح دلوقتي الشغلة هبتدى يرتفع والشنطة بقالها جنيب وارتفعت اهي هنطلع بقى لغاية قد ايه انا هشتغل تقريبا 16-17 سطر هخلص لغاية طول الشنطة اللي انا عاوزاها وارجعلكو نقسها مع بعض ونشوف اشتغلنا قد ايه انت اللي بتحددي مقاس الشنطة اللي انت عاوزاها اعرض من كده اكبر من كده برحتك خالص هنكمل ونرجع نقس مع بعض ههو يا بنات طول الشنطة اللي انا وصلتلي هنقسها مع بعض احنا بنقس الطول من فين فاكرين السطر اللي كنا عاملين فيه الزوايا اللي هو كان فيه اهو الغرزتين هتقيسي من عنده عشان ده الزاوية بتاعتك هتقيسي من عنده طول الشنطة لان ده القعدة مشي هتقيسي من عنده عندي انا الشنطة بتاعتي طولها كام اربع وعشرين سنتي انا عملت سطور بغاية ما وصلتل طول الشنطة اربع وعشرين سنتي بنقس ما بنقسش من تحت لا بنقس من السطر اللي انا ابتديت فيه البداية الزاوية بتاعت الشنطة او بداية ارتفاع الشنطة تمام طول الشنطة معايا اربع وعشرين سنتي العرض بتاعها اللي انا عملته ستة وثلاثين سنتي تمام كده طيب بعد ما وصلت انا للنقطة دي هنعمل ايه السطر الاخير احنا بنقفله كده خلاص بعد كده هنعمل سطر كامل بغرزة المنزلقة سطر كامل قبل ما نطلع بايدي الشنطة هنعمل سطر كامل بغرزة منزلقة انا قفلت هنا في تالت سلسلة زي ما بنقفل كل مرة اهو ما اتطلوش مني بس واحد اتنين تلاتة السلسلة التالتة بدخل وقف بمنزلقة طبعا بعدها غرزة السلسلة بدخل فيها واعمل منزلقة انا بعملش ارتفاعات ولا اي حاجة خلاص ماشي منزلقة غرزة العمود بدخل في اللفة الخلفية فيها واعمل منزلقة غرزة السلسلة اللي بعدها منزلقة اشتغل على كل غرزة هتقابلني بس في اللفة الخلفية غرزة منزلقة يعني اللفة الخلفية انا عندي لفتين اهم بشتغل انا في اللفة الخلفية غرزة منزلقة اهم في كل الغرز هعمل منزلقة هخلص السطر ده كله لغاية ما ارجع لهنا تاني بخلصه كله منزلقة ونرجع مع بعض تاني بعد ما خلصت سطر المنزلقة يا بنات بحدد الاماكن اللي هعمل فيها اليد تمام طيب حددت الاماكن دي ازاي انا مسكت الشنطة كده زبطيها من تحت من القعدة زبطيها كده بغاية فوق ومسك الشنطة كده في ايديك مزبوط واقسم الشنطة بالنص بالزبط تمام بالنص بالزبط ادي كده النص تمام هنقسم النص ده ماشي لنص كمان وفي النص ده اهو كده اهو ماشي تمام اهو خد منتصف الشنطة هنا والنص التاني سبت بره تمام اهي هتحطي الايد كده تعلمي هنا وتخلي ان العدد المربعات اللي انت سايباه عدد المربعات اللي انت سايباه من الامام بين العلمتين قد عدد المربعات اللي انت سايباه من الخلف يعني انا هنا من الامام سايبة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر ربعتاشر خمستاشر ستاشر. والعلامتين. هنا بعد العلامة اهواح اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمنى تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر ربعتاشر خمستاشر ستاشر. تمام? ستاشر مربع سيبهم في الامام وستاشر في الخلف. وهكزا هتعدي اللي في الجنبين تعدي المربعات اللي في الجنب من العلامة دي للعلامة دي هيبقى نفس عدد المربعات برضو اللي في الجنب من العلامة دي للعلامة انه اللي احنا بنعمل كده الادين بالنظر هنعمل بقى الايد الاولى هنشتغل ازاي احنا خلصنا السطر المنزلقة تمام هكمل السطر بتاعي التاني من غير برضو ارتفاعات ولا اي حاجة هشتغل فوق المنزلقة برضو منزلقة فوق المنزلقة اهو منزلقات سطر كمان اهو بس هشتغل لغاية ما اوصل للعليمة اللي هتقابلني اول عليمة هتقابلني هشتغل لغاية عندها منزلقة فوق المنزلقة في اللفة الخلفية انا بشتغل المنزلقة في اللفة الخلفية علشان ما تضيقش معي الشنطة تمام اهو ده شكلها اه اكمل بقى زي ما قلتلكم غاية ما اوصل لأول عليمة هتقابلني كمان كده اهو. وصلت. وصلت اهو يا بنات لغرزة العلامة. الغرزة اللي فيها العلامة. اول علامة قابلتني. هشلها. العمود اللي كان احنا كنا حطين العلامة في المربع ده. اول عمود بقى هو. ماشي. هعمل فيه. منزلقة. وبعد كده مش هشتغل على الجزء ده خالص من العلامة. يعني من مكان ما شلت العلامة للعلامة التانية. هعمل سلاسل عشان اعمل بيها الايد. هعمل تقريبا ستين سلسلة. هعملها واقسها معيك. طبعا طول الايد زي ما انت عايزت. ممكن تعمليها هاند شنطة ايد صغيرة ممكن تعبليها ايد اطول حسب الايد اللي انت حابة طولها. انا هعمل معيكو ستين سلسلة ونقسها بالمزورة نشوفها قد ايه. عشان هشتغل ستين سلسلة وارجعلكو. طول السلسلة عندي بالنسبالي عشان يبقى مناسب لي انا عملته سبعين سلسلة. لأ خمسة وسبعين سلسلة. هنقسها بالمزورة. اربعة واربعين سلسلة. ده نسبالي انا السلسلة عملتها خمسة وسبعين سلسلة. تمام? بعد كده هنروح على طول طبعا ما فيش شغل بقى في الجزء ده اللي كان من العلامة هنا لتاني علامة هنروح لها للعلامة على طول اهي. وندخل في الغرزة اللي قبل العلامة على طول. العلامة هي. الغرزة دي. وهعمل منزلقة. هشبك منزلقة. وهشيل العلامة دي خلاص كده ملهيش لازم عندي. وهكمل على كل بقية السطر لغاية العلامة التانية اللي هتقابلني بقى الجهة المقابلة. برضو كل غرزة هشتغل فوقها منزلقة. تمام كده هشتغل بقى منزلقة لغاية ما اوصل للعلامة دي. علشان نعمل الايد التانية ونرجع تانية. وصلت للعلامة اهو يا بنات هنشلها. ونعمل فوق هنا العمود كده منزلقة ونعد خمسة وسبعين سلسلة زي اللي انا عملتهم في الجهة التانية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هعدنا الخمسة وسبعين سلسلة وارجع لكم. بعد ما عملت الخمسة وسبعين سلسلة هروح على طول على العلامة الاخيرة خلاص وهشيلها. نعمل هنا غرزة منزلقة. وشيل العلامة خلاص. وهكمل بقى باقي السطر منزلقة لحد ما اوصل هشتغل على باقي السطر كله غرز منزلقة لغاية ما اوصل فين يعني حتى انا خلاص كده خلصنا السطر ده كده المنزلقات ده السطر الجديد هنشتغل علي غرز منزلقة برضو في اللفة الخلفية لغاية ما اوصل للايد اللي هتقابلني السلاسل بتاعة الايد علشان نشتغل عليها يعني هشتغل كده منزلقة لغاية ما اوصل للسلاسل دي. عايز اقول لكم انت لو صغرتي الشنطة شوية عن كده الشنطة كلها على بعدها هتاخد بكرة واحدة ربع كيلو الشنطة مش واخد خيط خالص تمام انا هفتح البكرة التانية دلوقتي ان البكرة دي خلاص فاضل فيها الحتة دي بس يعني كل اللي اشتغلنا في الشنطة ده كله كان بكرة واحدة بس ربع كيلو يعني انت لو قللتي اصلا عن المقاس اللي انا عاملاه يعني مسلا ممكن لو قللتيها مربع واحد بس المربع ده هيرمي معاكي سطرين كمان هنا هكوة كل اللي هتحتاجي لو صغرتيها شوية زي ما قلتلكو ربع كيلو هنا هفتح البكرة التانية علشان اكمل برضو الشنطة كده مش واخد خيط اصلا خالص يعني حلوة قوي وخفيفة وسالسة وحلوة للصف جدا وعلى فكرة كمان حلوة تنفع للدروس للبنات للدروس حلوة تحط فيها مقلمة هتبطنيها وتحط فيها مقلمة بقى خفيفة وجميلة كده يروح بها الدروس ان شاء الله يعني ماشي هنيجي هنا وصلنا عند غرز السلاسل بس فيه الغرزة الاخيرة في جسم الشنطة دي ما بنشتغلش فيها بدخل على طول بس يبديه وادخل على طول على السلسلة واشتغل فوقها برضو منزلقات فوق كل سلسلة هره على طول كده عليها فوق كل سلسلة هشتغل منزلقة عيد الحتة دي تاني انا اشتغلت بداية السطر بتاعي اهو غرز منزلقة لغاية ما وصلت لأول سلاسل انا عملاها بسيب اخر غرزة قبل السلاسل على طول بس اما ما بشتغلش فيها وانتقل على طول على السلاسل واعمل فوق كل سلسلة غرزة منزلقة فوق كل سلسلة غرزة منزلقة طبعا مش هشتغل الخمسة وسبعين سلسلة معاكم في الفيديو هخلص على كل السلاسل دي لغاية ما وصل للنهاية وهرجع لكم فوق كل سلسلة غرزة منزلقة بعد ما وصلت خلاص اشتغلت على السلاسل هاي انا بدلت الخيط في نص السلاسل احنا كده خلصنا لغاية نص السلاسل خلصت البقاء وصلت لنهاية السلاسل هسيب اول غرزة في جسم الشنطة وهدخل فل بعدها على طول وبرضو واعمل منزلقة هشتغل في كل غرزة هتقابلني غرزة منزلقة لغاية ما اوصل للايد الجهة التانية هشتغل في كل غرزة هتقابلني غرزة منزلقة لغاية ما اوصل للايد التانية هخلصها وارجع لكم وصلت لغاية السلاسل اخر غرزة قابل السلاسل زي ما عملت هناك بسيبها وبدخل على طول على اول سلسلة واعمل منزلقة فوق كل غرزة في السلسلة بعمل منزلقة ها الى نهاية السلاسل وارجع لكم تانية فوق كل غرزة سلسلة هنعمل غرزة منزلقة هخلص على السلاسل وارجع لكم خلصت شغل على السلاسل اهو يا بنات وهنسيب برضو اول غرزة في السطر بتاع الشنطة وهندخل على التانية على طول ونعمل منزلقة بداية الشغلة عندي بتشوفي كده عشان تعرفي بداية الشغلة عندك عندي هنا سطرين اهو هنا تلاتة يعني بداية الشغلة عندي هنا يعني الجزء ده لسه في السطر القديم او في السطر اللي انا شغالة فيه لو انتي بتتلخبطي ومش عارفة اعلمي عندك بداية السطر ونهايته تمام كده بعد كده انا كده خلصت السطر ده طبعا ايدي الشنطة مش هتبقى رفيعة كده ماشي هشتغل سطرين كمان منزلقة سطور منزلقة على الجسم الشنطة بالايد هشتغل سطور سطرين اتنين بس خلاص كده الشنطة مش فاضل فيها بس قال للسطرين دول هشتغل فوق كل غرزة منزلقة غرزة منزلقة وزي ما انا شغالة باشتغل المنزلقة في اللفة الخلفية علشان يديني الشكل ده هشتغل فوق كل غرزة هتقابلني غرزة هوريكو بس هنشتغل على الايد ازاي وبعد كده هكمل انا السطرين وانتو كملوا السطرين سطرين بس كمان يعني السطر ده وسطر كمان واحد بس فوقه علشان ندي سمك للايد شوية سمك شوية يعني للايد الله لو انت عايز الايد رفياع قوي كده انت حرة دي في الاول وفي الاخر ازواء وكل واحد واللي ينسبه انا بنات اشتغل بس معكم الغاية بجزء بس بتاع الايد انا خلاص قرب توصل لها خلاص اهي منزلقة فوق كل غرزة منزلقة وصلت بقى للايد اهو بس برضو نفس الطريقة في الحلقة الخلفية ومنزلقة في الحلقة الخلفية اهو في الايد برضو منزلقة اهي منزلقة غرزة منزلقة اهي علشان يدينا عرض شوية وسمك للايد شايفين الشكل اهو الشكل الايد معي بصوا هنا كده وهي الفرق اهو تمام انا هشتغل السطر ده هخلصه للنهاية وهشتغل سطري كمان فوقه وتبقى الشنطة كده خلصتها خلص السطرين وارجع اوريك وشكل الايد بشكل الشنطة خلص وارجع لكم تاني وصلنا خلاص لاخر غرزة في الشنطة اهو اخر غرزة خلص خلصت اهو اهو لا تخفي بقى طبعا الخيط جوه الشنطة جوه الورز طبعا تراعي ان انت زي ما قلتلك تكون يا معلم السطر يكوني عارفة تفرق بين السطور ليه عشان تبقى شايفين هنا كده اهو مفيش اي فرق خلص ودي هتتخفي جوه ايه هتتخفي دي هتختفي هنخفيها جوه اهي كده ممكن بقى بikutة التنظيف بقبرة الكروشي براحتك خالص وكده خلصت الشنطة وعايز اقول لكم الشنطة واختة بالضبط تقريبا كده300 جرام اقل اقل من 300 جرام ايه الشنطة خلصت عايزة بقى تعمللها بطانة براحتك بس انا كان عندي فكرة كده لطيفة انا هعملها انا في الشنطة دي انا كد جبت زي شنطة مكياج او ميك اوب او كده لسه جديد على فكرة بالورقة فانا في شنط جاهزة بيبقى جواها شنطة صغيرة انا هعمل دي كده هي شكلها حلو فلمينجو ومشي خالص مع اللون رسمة الفلمينجو هي نفس لون الشنطة وتبقى في قلبها جوا بس كده دي عشان احط بقى فيها المحفظة احط فيها الفلوس مش عارف ايه بس كده والشنطة خلصت بتقدري بقى انت بقى ايه وممكن ما تعمليش كده ممكن تعملي بطانة ممكن تعملي تركيب بطانة ممكن تتمشي بيها كده وتحطي حاجتك زي الناس اللي بتمشي بالشنطة الشفافة هو الموديل الاصلي معمول كده لا فيه بطانة ولا فيه اي حاجة الشنطة خفيفة وزريفة وانا بجد حبها جدا 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 ممكن نحط فيها دي او دي وبرد دي ماشي بصو كده بتفتحي بقى شنطتك كده وحطي الموبايل عادي موبايل اتحط في الشنطة كده ودي بقى نحط فيها الفلوس المحفظة بتاعتك اي حاجة بتاعتك بس كده خلصت الشنطة شوفوا الايد بعد ما خلصت وعملنا كل السطور فيها اهي لو فيه اي سؤال بقى حابين تسيبهولي حابين تسألوني عليه سيبهولي في الكومنتات وانا ان شاء الله بقمر الله ارد عليه الشنطة زي ما قلتلكم لو صغرتي الحجم شوية بس صغيرة عندي مربع واحد بس مش هتحتاجي البقرة كمان هتاخد 250 جرام بس يعني لو انتي صغرتي شوية عن المقاس اللي انا عملها هتاخد بقرة واحدة هتكفيك عملتي بقى بالمقاس ده هتاخدي من البقرة التانية حد تمام لو وصلتي معي هنا لنهاية الفيديو ما تنسيش تعمليه اللايك لو ما كنتش لسه عملتي لايك واشوفكم على خير ومستنية كلامكم الحلو اللي بيدعمني السلام عليكم ورحمة الله بركاته مع السلام اشتركوا في القناة